مرحبا بكم سوف نبدأ بحل المسألة السابعة وفقا لمعطيات هذه المسألة سنرسم مثلثا قائم بهذا الشكل ومثلثا آخر بهذا الشكل ويبدو أنه حد الزوايا ولكننا لسنا متأكدين من ذلك لذا قل أن هذه هي الزاوية X وهذه هي الزاوية Y وهذه هي الزاوية U وهذه هي الزاوية V وهذه أيضا W في المثلثين المرسومين أعلى ما هو المتوسط الحسابي لمجموعة الزاوية U V W X Y في هذين المثلثين حسنا سنقوم بإيجاد مجموع الزاوية ومن ثم نقسمه على عدد الزاوية سوف نكتبه على شكل معادلة هنا U زائد V زائد W زائد X زائد Y الكل مقسوم على عدد الزاوية والذي يساوي كما ترون خمسة زوايا والسؤال الآن ما ناتج المقدار U زائد V زائد W أقصد زوايا هذا المثلث بما أن هذه الزاوية الثلاثة تشكل مثلثا إذن مجموع قياسات هذه الزاوية تساوي 380 درجة والسؤال الآخر ما هو مجموع الزاويتين X و Y كما ترون بما أن هذا المثلث قائم الزاوية فيجب أن يساوي مجموع الزاوية 180 درجة وبالتالي X زائد Y زائد 90 درجة تساوي 180 وبعد طرح 90 من كلا الجانبين نجد أن X زائد Y يساوي 90 لنكتبها هنا X زائد Y تساوي 90 وسوف نجمع الأعداد في البسط وتساوي 180 زائد 90 وتساوي 270 مقسوم على 5 دعونا نقسم العدد 270 على 5 على هذا الجانب 27 مقسوم على 5 تساوي 5 و 5 مضروبة في 5 تساوي 25 ثم 27 ناقص 25 تساوي 2 ثم ننزل الصفر و من ثم 20 على 5 تساوي 4 إذن ناتج قسمة 270 على 5 يساوي 54 وهو المتوسط الحسابي لمجموع هذه الزوايا وهو الخيار E المسألة التالية المسألة الثامنة وفقا لمعطيات السؤال سنرسم خطا هنا سوف أغير لون الكتابة وحسب المسألة أيضا هذه هي النقطة X تكعيب وهذه هي النقطة X تربيع وهذه هي النقطة X إذا تم تحديد كل من النقطة X والنقطة X تربيع والنقطة X تكعيب على خط الأعداد بهذا الترتيب فأي من الخيارات التالية قد يساوي قيمة X؟ حسنا أول ما يمكننا استنتاجه هو أن X عبارة عن عدد موجب كيف عرفت ذلك؟ لأنه إذا لم تكن X عدد موجب أو بطريقة أخرى يجب أن تكون X عدد موجب لأنه إذا كانت X عبارة عن عدد سالب ولنفترض أنها تساوي سالب 1 على 2 فكما تعلمون في حال تربيع سالب 1 على 2 نحصل على موجب 1 على 4 إذن يمكننا الاستنتاج أنه عند تربيع أي عدد سالب يصبح العدد بعد التربيع أكبر من العدد ذاته كما نعلم فإن X أكبر من سف وبهذا نكون قد انتهينا من الخطوة الأولى والاستنتاج الآخر هنا هو أن X ستكون أقل من 1 كيف عرفنا ذلك؟ لأنه كما ذكرنا سابقا فإن X تربيع أقل من X وينطبق هذا الأمر فقط على الأعداد الأقل من 1 أي أن 1 على 2 تربيع يساوي 1 على 4 وبالطبع 1 على 4 أقل من 1 على 2 إذن الاستنتاج الآخر هو أن X أقل من 1 وبالتالي علينا إيجاد الإجابة حيث تكون قيمة X أكبر من 0 وأقل من 1 وبالنظر إلى الخيارات المتاحة علينا البحث عن الخيار الذي يشير لأن قيمة X أكبر من 0 وأقل من 1 وهناك خيار واحد فقط ينطبق عليه هذا الأمر وهو الخيار C والذي يساوي 3 على 4 وقد تخطئ وتختار الخيار 3 على 2 لأنه أكبر من 1 وكما ترون فإن الخيارين الأولين سالبان والخيارين الآخرين أكبر من أو يساوي 1 وإذا كان لديكم الوقت الكافي ولا تريد أن تحلوا هذه المسألة بطريقة نظرية يمكنكم تجربة باقي الأرقام إلا أن هذا الأمر يستغرق وقتا طويلا المسألة التالية وفقا لمعطية المسألة سنرسم نظام الإحداثيات هنا هذا هو المحور الرأسي Y وهذا هو المحور الأفقي X ثم سنرسم خطا يمر من نقطة الأصل ووفقا لمعطيات المسألة أيضا لدينا هنا نقطة 1 ثلاثة أي أنها تقع عند النقطة 1 على المحور الوفقي X وتقع عند النقطة 3 على المحور الوفقي Y حسنا إذا علمت أن الخط الأخضر L يمر بنقطة الأصل فما ناتج قسمة K على H التي تقع في الأسفل هنا مرة أخرى ما قيمة K مقسومة على H أو بعبارة أخرى ما هو ناتج قسمة الإحداثي Y على الإحداثي X وكما تعلمون فإن الإحداثي Y مقسوما على الإحداثي X يساوي ميل هذا الخط وكيف عرفنا ذلك؟ لقد علمنا ذلك لأنه عند طرح أقصد إذا أردنا إيجاد مقدار الميل بدءا من نقطة الأصل حتى النقطة ذات الإحداثيات K و H ما قيمة الميل؟ كما تعلمون نقطة الأصل لها الإحداثيات 0 0 وبالتالي مقدار التغير في الإحداثي Y سيكون عبارة عن 0 ناقص K وبالمناسبة لا يتوجب عليكم القيامة بهذه الخطوات أثناء اختبار الساب لكنني أردت أن أوضح لكم مقدار الميل هنا ومقدار التغير في الإحداثي X سيساوي 0 ناقص H وبالقسمة يبقى لدينا سالب K مقسومة على سالب H وبعد حذف إشارة السالب نحصل على K على H ومجددا يبقى السؤال لدينا ما هو مقدار ميل هذا الخط؟ حسنا لا أعتقد أن هناك صعوبات في إيجاد الميل هنا وذلك لوجود نقطة أخرى معرفة هنا وبالتالي يمكننا رسم خط بهذا الشكل وإيجاد مقدار التغير بين الإحداثيين ومن ثم نقسم التغير في الإحداثي Y على التغير في الإحداثي X في النقطتين بعد التعويذ نجد أن التغير في الإحداثي Y يساوي 3 ناقص 0 مقسوما على التغير في الإحداثي X الذي يساوي 1 ناقص 0 إذن التغير في الإحداثي Y مقسوما على التغير في الإحداثي X ويساوي 3 وهذا هو مقدار الميل الإجابة الصحيحة هي الخيار A المسألة التالية المسألة العاشرة إذا علمت أن القيمة المطلقة M ناقص 3 تساوي 5 وأن القيمة المطلقة للمقدار K زائد 7 تساوي 15 في المعادلة أعلى M أقل من 0 وK أقل من 0 لنكتبها هنا إذن M أقل من 0 وK أقل من 0 فما هي قيمة المقدار M ناقص K حسنا لقد ذكرنا أن M أقل من 0 وهذا يعني أن هناك احتمالي للحل يمكن تبسيط المعادلة الأولى بطريقتين حيث يمكننا القول أن M ناقص 3 يساوي 5 أو أن M ناقص 3 يساوي سالب 5 وفي الصيغة الأولى M ستساوي 8 وفي الصيغة الأخرى M ستساوي سالب 2 وحسب المعطيات لا يمكن أن تكون M مساوية للعدد 8 لأن M يجب أن تكون أقل من 0 إذن M تساوي سالب 2 وللتوضيح ما قمت به في هذا الجانب هو أنني أضفت العدد 3 إلى طرفي المعادلة وحصلت على M تساوي سالب 2 وسنجد قيمة المعادلة الثانية بنفس طريقة إذن K زائد 7 يساوي 15 أو يمكننا القول أن K زائد 7 يساوي سالب 15 وعند طرح العدد 7 من هذا الجانب نحصل على K تساوي 8 وفقا للمعطيات فإن K يجب أن تكون أقل من 0 إذن K تساوي سالب 22 وأخيرا M ناقص K تساوي سالب 2 ناقص سالب 22 وتساوي سالب 2 زائد 22 والناتج يساوي 20 والإجابة الصحيحة هي الخيار E أراكم في الفيديو القادم